بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نتكلم على التست وفيبوثيس اللي هي اختبارات الفروض اللي هي عينة واحدة هنتكلم في الاول على المين والمين دي قسمين فيه N greater than 30 وفيه N less than 30 هنتكلم الاول على greater than وهي two-tail test كل التست وفيبوثيس بتاعتنا هتبقى two-tail test اللي هو جانبين او طرفين او اتجاهين ايه يا الستيبس اول حاجة تعالوا نفترض ان هناك فرض اصلي وفيه فرض بديل واحد بيقول حاجة واحد بيقول عكسها احنا عاوزين نزبط في الاخر احنا مع انا رأي فيهم النال هيبوثيس ميو ايكوال كزا ودي بتبقى جابن في المسألة الالترنتف هيبوثيس او الفرض البديل ميو نوت ايكوال كزا بان فيه الكلام اللي انا قلته number two level of significant او مستوى معنوية الفة اللي هي مكملة لمعاملات الثق يعني 99 في المية يبقى الالفة واحد في المية 95% يبقى 5% 90% يبقى 10% ولو ما قلتش تبقى 5% فاندى تاست تعالى نختار القانون المناسب لان المين n greater than or equal 30 الزد دي ايكوال x bar minus mu divided sigma over root n x bar المين بتاع السامل الميو المين بتاع الpopulation كله السيجمال standard division الان اللي هي السامبل سايز او حجم العين واتحسب في الخطوة ثلاثة لان الخطوة اربعة هي اللي make your calculation يعني هي دي اللي بتحسب بها القانون اللي فات number five في الكريتيريا او المعيار اللي همشى عليه هنرسم رسمة ونحط الacceptance area فالنص ونحط على الاطراف ونظللها كده نحط ايه بقى حدود منطقة الacceptance area minus 1.65 والplus 1.65 أو minus 1.96 وplus 1.96 أو negative 2.58 وpositive 2.58 على حسب ايه؟ على حسب الالفا او الconfidence level يعني لو الconfidence level 90% والالفا 10% يبقى حناخد وplus 1.65 لو كانت الconfidence level 95% يعني الالفا 5% هناخد negative 1.96 وpositive 1.96 لو كانت الconfidence level أو الـ 99% يبقى الالفا 1% يبقى حناخد negative 2.58 وpositive 2.58 يبقى ولو ما قلتش هناخد negative 1.96 وpositive 1.96 بس والارقام دي بتتحفز واحنا مش هنحفظها ان شاء الله انا حبقى مدها لكم given تعالوا بعد كده الخطوة السادسة والاخيرة make your decision او take a decision اعاوز خط القرار بقى بتاعك لو هي الكالكوليت الزد اللي انا عاملها في الخطوة او النتيجة اللي طلعالي في الخطوة الرابعة هل واعت في acceptance area يبقى انا accept HO reject HO يعني انا موافق على الفرض الاصل اللي هو بيقول me equal ورافض الفرض البديل اللي هو بيقول me not equal طب لكن لو واعت في rejection area في العليمين او على الشمال يبقى انا العكس بقى على طول يبقى انا reject HO accept HO يعني انا رفضت me equal واوافق على الميو not equal والميو دي بتبقى اظلا given في المسألة نشوف يعني عندي الميو ما هو خلاص abbrevi اهي on the average او مين تبقى ميو لان انا لسا مدخلتش في السامبل او standard division 16 mountains يعني Bros حلوة او sample of 64 يبقى دي ال-n ال-n 64 بينت ان sample mean is 8 8 اللي هي ال-x bar طالما دخلت في ال-mean وفي sample هي يبقى على طول x bar level of confidence 95% يعني ال-alpha بتاعتها كام 5% على طول المكملة وبقول لك this is اختبر هذا الفرط يلا نعمل ال-steps ال-ho mu equal 10 و-h1 mu not equal 10 ما هو الفرض الاصلي ان mu equal 10 دي given وانا بحط الفرض البديل ان mu not equal 10 number two ال-alpha هي المكملة للconfidence level يعني 1-95% تتبقى 5% number three define the test لاحظ ان ال-n equal 64 يعني اكبر من 30 يبقى احنا هنستخدم الفورمولة اللي احنا لسه واخدانها اللي هو calculated z equal x bar minus mu divided sigma over root n ما حدش يعوض لان التعويض هيبقى في الخطوة الرابعة calculated z equal اللي هي z c لو انت عاوست تحط c كده على اليمين 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 الزد تحت شوي ال-x bar بقيت minus mu 10 divided sigma 16 divided root n يعني root 64 يطلع negative 1 تعالوا نحط الكريتيري نرسم رسمة normal distribution ونحط acceptance area في النص وrejection area على الاطراف ونحط negative 1.96 شمال وpositive 1.96 تقوليش معنى قد تدوء الرقم ده بال minus وال plus عشان احنا عندنا ال-alpha ب5% وده الرقم المقابل لل-alpha 5% اللي هي c l تبقى 95% تعالوا ناخد القرار في الخطوة الاخيرة تعالوا نشوف ال-negative 1 اللي هي طلعت في الخطوة الرابعة هل تقع قبل negative 1.96 لا اطابع هل تقع اكبر من 1.96 لا اطابع هل تقع بال-negative 1.96 وpositive 1.96 ايوة طبعا يبقى ايزان معنى كده انها واعت في ال-acceptance area يبقى انا accept HO وreject H1 يعني ميو equal اللي هو 10 وانا رافض ميو not equal 10 على فكرة الخط اللي تحت ده هو number line عادي جدا ال-number line zero في المنتصف وعلى شماله negative 1 negative 2 negative 3 وعلى يمينه 1 2 3 يعني معنى كده ال-negative 1.96 على شمال هيبقى ايه يبقى negative 2 negative 3 negative 4 وهكذا طيب و1.96 على يمين هيبقى ايه يبقى 2 3 4 5 6 وهكذا طيب وشوف واحدة انا عندي هنا ال-average 300 معناها للميو 300 انا لسه ما جبتش سيرة لل-simple خالص كويس سندر ووز 10.3 يبقى معنى كده ان السيجما 10.3 وبعدين random sample of 100 يبقى ال-N equal 100 mean equal 296.1 ايوه بعد كلمة sample طالما في mean يبقى ده x bar 296.1 ال-alpha 1% وبعدين بقولك test of hypothesis the mean weight is 300 grams طالما احنا عيلين ان الميو 300 خلاص يلا ال-steps HO ميو equal 300 H1 ميو not equal 300 ال-alpha 1% يدي جفن كنتم ممكن اقولك ال-confidence 1199% هي هي ما هو اللي بيقابلها 1% number 3 calculate z x bar minus mu divided sigma divided root n ايوة لاني استخدمت المين وعندي هنا n 100 يعني greater than 30 في الخطوة الرابعة هنعمل make your calculation يعني هنطبق القانون القانون اللي احنا ذكرناه في الخطوة 3 296 اللي هي point 1 اللي هي x bar minus mu 300 divided sigma 10 point 3 divided root n اللي هو root 100 يطلع negative 3 point 7 8 6 تعالوا نشوف number 5 احنا قلنا هنا 99% يبقى ضد تقابلها 2 point 58 طيب 2 point 58 نحطها بال minus على الشمال وال positive على يمين حلوة اوي في النص acceptance area وعلى الاطراف rejection area تعالوا نشوف القيمة اللي محسوبة في الخطوة 4 وعد فين negative 3 point 7 8 6 هل على شمال negative 2 point 58 ولا علي منها ولا علي من 2 point 58 ولا between negative 2 point 58 واضح جدا ان هي على شمال negative 2 point 58 يبقى وعد في rejection area عشان كده انا reject HO وaccept H1 يبقى انا رافض ان الميو equal 300 وموافق على ان ميو not equal 300 ما هو فيه واحد بيقول ان المتوسط 300 واحد بيقول ما تسويش 300 انا وصلت في الاخر ان انا مع اللي بيقول ان ميو ما تسويش 300 وهي واع تنسى ان اللي تحت في الرسمة هو number line وواضح ان negative 3 point 78 قبل negative 2 طبعا لان قبل negative 2 ده كان في negative 3 negative 4 negative 5 وهكذا بعد 2 point 58 يبقى 3 4 5 وهكذا يبقى انت تشوف الرقم بيقع قبل negative 2 point 58 ولا بعد positive 2 point 58 في الحالتين دول حيبقى في rejection area الحالة الوحيدة اللي يبقى في acceptance اللي هو between negative 2 point 58 و positive 2 point 58 و عادي exercise طيب النوع الثاني بقى ان تكون لذا 30 تحالة بسيطة اوي اختلاف بسيط جدا برضو H O M U Equal وال H 1 M U Not Equal بص اهو 2 تيلة هي عشان ايه ال Equal وال Not Equal Not Equal دي تعني تقبل ان تكون اكبر وتقبل ان تكون اقل يعني في اتجاهين حتى الرسمة اللي احنا بنرسمها دايما في Normal Distribution هنا بنعمل طرفين بتاعة Rejection Area مش طرف واحد عشان كده دايما احنا كل دراستنا في test to tail test ممكن يبقى فيه one tail بس ده مش في منهجك الخطوة التانية level of significant اللي الالفا 1 5 10 ولو ما قلتش بدل زد c ايه المشكل x bar minus mu نفس الكلام بدل السجمة تبقى s over root n على فكرة اللي يكتب الس سجمة انا موافق ولا تفرق في الس وس انا مشكلتي الوحيدة ان انت تميز بين x bar وال mu صح خد بالك x bar لو مش موجودة تبقى summation x over n لو s مش موجودة برضو الخطوة الرابعة هنعمل حسابتنا خطوة الخمسة نعمل الكريتيريا نحط acceptance فالنص وعلى الاطراف rejection بس حدود acceptance بقى مش هتبقى زي المرة اللي فاتت المرة الفات كات negative 1.65 و positive 1.65 negative 1.96 و positive 1.96 2.58 و positive 2.58 لا هنا TD قيم جدولية انا حبقى مده لك وناخد القرار نفس الفكرة الت c اللي احنا حسبنا في الخطوة 4 تاقع في acceptance يبقى accept h o reject h o وعد في rejection يبقى العكس accept h o reject h o طيب نشوف المسألة دي على فكرة المسألة دي زي المسألة اللي فاتت بالظبط بالظبط اهو mu 300 هي هي بص بقى انا غيرت ايه غيرت random simple of 22 ليه غيرت لك ال n عشان تبقى قل من 30 بس لكن جميع الحاجات التانية زي ما هي حتى بص هو ال x bar 296.1 شايف السجما او ال s بقى انت حر سميها زي ما تسميها انا ما بتفرش معانا اصلا 10.3 شايف ال alpha 1% مغيرتش حاجة انا كل اللي انا عملته ان انا بقول لك ان ال n غيرتها بدل 100 عشان تبقى لا بقت n 22 عشان تبقى 30 30 h o mu equal 300 mu not equal 300 في ال h 1 نفس الكلام ال alpha 1% نفس الكلام ال define the test بقى المين اقل من 30 بدل ما اقول كالكليت الزد هقول كالكليت t x bar minus mu s over root n عاوز اكتبها sigma انا موافق الخطوة الرابعة تعالى نعوض في هذا القانون x bar 296.1 minus 300 divided s 10.3 divided 22 هنا بقى الاختلافة هو عشان كده النتيجة هتختلف طبعا لان انا بعمل divided 22 مش 100 طلع negative 1.78 نحط الكريتيريا ال acceptance area في النص والrejection area على الاطراف negative 2.8 31 و positive 2.8 31 هتقول لي جمناهم منين دول دول هايبقوا جاف انا حبقى مدي لك الز حد ده لك لان انت برضو قلت لك مش هتحفظ و T حد ده يعني القيمتين دول انا حد هم هتدي لك قيمة طبعا وانت تحط بال minus على الشمال وال positive على اليمي عاوزين ناخد القرار واضح انها تقع في ال acceptance area يبقى معناها ان احنا accept HO و reject H1 تقول لي امت هتبقى rejection لو طلعت negative 3 negative 4 negative 5 او طلعت 3 4 5 6 لكن طالما نوقع بين negative 2 point 8 و positive 2 point 8 لا يبقى في acceptance آه تعال بقى نشوف افرد ال x bar والs مش موجودين وانا اللي هعمله بص هنا المين 63 طالما ما جبت السلة يبقى دي 100 على طول random sample of 5 يبقى ال end 5 لقيت ايه بقى ال 5 دول 69 70 60 68 73 وعندي level of significance 5 % 5 % قبل ما نبدأ في اي حاجة تعالى عندي مشكلة ان انا اجيب ال x bar والs الاول فتعالى مش مشكلة ولا حاجة احنا مجرد هنعمل الجدول بتاع ال x بال5 ارقام اللي عندنا وتعالى نجيب x bar نفتكرها بقوانين اللي خدناها في statistics في المبادئ بتاعة الاحصة submission x over n تعالى نجمع ال x تطلع 3 40 divided 5 يطلع 68 تعالوا نجيب خانة اسمها x minus x bar يعني x minus 68 هنطرح 64 equal 63 divided s اللي هو 4.85 أنا جايبها من الجدول الصغير divided root 5 لأن ال n عندي 5 لأن يمدي لك 5 أرقام تطلع 2.3 الكريتيريا الacceptance area في النص وrejection area على الأطراف تقول لي إيه أطراف الacceptance area هي negative 2.776 و positive 2.776 ما تشغلش بالك لأن دول حيبقوا given تعال نسأل نفسنا سؤال هل 2.3 اللي هي في الخطوة 4 تقع قبل negative 2.776 هل تقع بعد 2.776 ولا تقع بين negative 2.776 و positive 2.776 طبعا تقع بينه يبقى معنا كده إن إحنا accept H O و reject H 1 ودي exercise عشان تطمر شكرا لحسن الاستماع